مشاهدين الأعزاء مشاهدي العيادة البيتارية إن شاء الله النهاردة ويوم السابت القادم هتكلم معاكم في موضوع هنقسمه على حلقتين الموضوع عنوانه التغذية التقليدية والتغذية الغير التقليدية التغذية التقليدية اللي هي إيه اللي هي الحاجات اللي احنا عارفينها الدرة والصية والردلة اللي هنكلم في النصف ساعة بتاع النهاردة دي هنتكلم عليه اللي هي الحاجات الطبيعية بتاعت الغير التقليدية إن شاء الله اللي هنكلم عليها يوم السابت هتبقى إيه أستخدم الحاجات الغلو الرهيب بتاع الدرة والصوية والردة والمواد الأولية بتاعتنا خلينا نفكر في حاجات بديلة الحاجات البديلة دي اللي هي حمل سمال التغذية الغير التقلية دي زي مثلا عرش السوداني زي إشر البطاطا زي إشر البرتقان زي البطاطس إشر البطاطس أو مخلفات مصانع البسكويت المخلفات بتاع التغذية بتاع البطاطا نفسها أو على البطاطا أو عرش السوداني حاجات كل الحاجات اللي تقدر ندخلها في التركيبة ونقول لكم الحاجة دي البروتين بتاعها الد إيه والطاقة بتاعتها الد إيه وتخش في التركيبة بنسبة الد إيه دي إن شاء الله اللي هنقولها لكم يوم السبت القادم فانتظرونا إن شاء الله في الموضوع ده والنهار ده هنتكلم معاكم في التغذية التقليدي وهنركز معاكم على تغذية الأبكار الحليب أو تغذية الأبكار الحليب الحلوب إن عليقة الحيوان يا أخواننا جزء منها عارفينه بيتوجه لحفظ حياة هذا الحيوان والآخر بيوجه للإنتاج القادر من العليقة الحفظة هو العليقة اللازمة لحدوث حال التوازن في دورة المركبات الغذائية بين المجهود الداخلي والمجهود الخارجي براحة كده الحاجة بتحفظ على حياة الحيوان لا بيحدث زيادة في وزنه ولا بيحدث نقص إيه في جسم هذا الحيوان بنحتاج تحويل الغذاء إلى لبن عشان نحول الأكل ده إلى لبن في حيوانات اللبن أو لحم في حيوانات اللحم اللي مجهود المجهود الفسوليش ده خاصة عالي جداً خاصة في الأبكار إيه؟ ذات الإضراء العالي خلي بالكم لو إحنا عايزين نطلع حجمه معين من اللبن بيتكون قباله يعني لو أنا قلت واحد حجم من اللبن بيتكون قباله 500 حجم مماسي من الدام عشان كده الاهتمام بتغذية الأبكار مهم جداً 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 عشان نديها الاحتياجات الغذائية بتاعتها المناسبة من إيه بقى؟ الحاجات التقليدية اللي احنا بنقول الطاقة والبروتين والفيتامينات الأمناح المعدنية بجانب أننا حافظ على إيه؟ صحة هذا الحيوان صحته أننا أدله المنتز بتاعها اللي هي العليقة الحافظة والعليقة الانتاجية يابا الهدف الأساسي من تربيه الأبكار أو من تغذية الأبكار الحليب هو إيه؟ تحويل الأغذية اللي أنا بدها لها أو تحويل الأكل اللي أنا بدها لها اللي هو الإنسان ما يقدرش يستخدمه بطريقة بشرة إلى منتج زو قيمة غذائية عالية وقيمة اقتصادية مرتفعة سواء كان لحم أو اللباء عشان كده برنامج التغذية هو إيه؟ هو أعطاء الحيوان عليقة غذائية موزونة صح لتحقيق إيه؟ الله يكرمك أعلى ربحية أو أعلى انتاجية عشان كده بنقول تغذية الأبكار الحليب بتمثل أهم جانب سواء حليب أو لحم خلي بالك أن أتكلم عن المقترات عن متى تمثل أهم جانب في رعاية وتربية الحيوانات لأن التكليف بتاعة التغذية بتتراوح ما بين إيه؟ ما بين 50% لـ 70% من إجمالي تكليف الحيوان يعني لو إحنا حسبنا الحيوان ده بكلفه في اليوم جنيه مثلا بصرف منه 70 إرش تغذية بس لتوفير غذاء مناسب لأبكار الحليب لازم أو أبكار اللحم لازم معرفة القاتل أول حاجة الأعلاف اللي عندي الأعلاف المتوفرة اللي عندي عندي إيه؟ خصائصها إيه؟ عند دورة عند ردة عند صوية عند سلاج عند دريس عند برسيم التحليل الكيمياء بتاعها إيه؟ معدل تناولها بالنسبة لحيوان إيه؟ يعني إيه معدل تناولها بالنسبة لحيوان إيه؟ يعني المادة اللي جافة فيها قد إيه؟ كلمتها الغذائية قد إيه؟ كمان أعرف احتياج البقرة أو العجل الده من المية ومن الطاق خلي بالكوا مهم جدا موضوع المية وهتكلم فيها بالتفصيل الطاق الحرارية بروتينات الأملاح المعدنية الفيتامينات الحاجات دي كلها مهمة جدا تالت حاجة لازم أعرفها عشان أعمل التركيبة يا أخوانا لازم أعرف إزاي أعمل العليقة أعمل العليقة المركزة واخلطها إزاي بالعلاية اللي هي إيه؟ الرفج أو العليقة الملئة لو إحنا جينا للبقر هنقول لابد من توافر العناصر الغذائية الرئيسية في علاية البقر زي إيه؟ المواد النشوية اللي هي الكربوهيدريل والمواد الدهنية الدهنية والبروتينات والأملاح المعدنية والفيتامينات والمي دولة خمس حاجات لازم يكون متوفرة لو إحنا خدنا أول حاجة هنتكلم عنها المواد النشوية أو الكربوهيدريل بعض الكربوهيدريل بتبقى مواد سهلة سهلة الهض وقمتها الغذائية عالية جدا زي إيه؟ زي الدورة مثلا بعض المواد الكربوهيدريل مواد سهلة في الهض وقمتها الغذائية تبقى عالية جدا زي الدورة وبعض المواد التانية بتبقى مش كمية الغذائية مش مرتفعة زي الحاجات اللي هي في الالياف حاجات معقدة التركيبات التركيب الكيميائي بتاعها بيبقى معقد يبقى مهم جدا في الكاربوهيدريت اننا خلي بالي من التركيب الكيميائي وكمية الكمية الغذائية بتاعها الكمية الغذائية المنخفضة زي ما احنا قلنا زي حاجات اللي فيها الالياف زي السليولوز والالياف الكتير اللي هي الرافش بتاعها مهم جدا انما عارفين ان الكاربوهيدريت او النشا من اهم المواد الكاربوهيدريتية في تغذية هذا الحاوان وهو ليه لانه هو اللي بيولد الطاقة اللي بيحتاجها هذا الحاوان الطاقة دي بتروح فين الطاقة دي اما بتخزن في الجسم على صورة ده ويا اما بتطلع في صورة لبن يعني تعتبر الحبوب بالزاد زي الدرة او الدرانات من اغنى المواد الغذائية بالنشا وخلي بالكو كمان انها بتكون اهم جزء من علي المشي ان شاء الله الاسبوع الجاي لما اتكلم على البدايل هتلاقيني باشي الجزء من الدرة وبحط حاجة مكان بحط ايه حاجة خاصة بمخلفات الدرة حاجة خاصة بمخلفات الباسكوتو حاجات زي كده الحاجة التانية المطلوبة بالنسبة لنا رقم اثنين المواد الدهنية ايه المواد الدهنية؟ المواد الدهنية دي اخواننا بتابع موجودة بنسب مرتفعة في البزور الزيتين زي السمسم زي الفول زي عباد الشمس الحاجات دي تبقى الدهن فيها بيبقى عالي وخلي بالكم ان النسبة دي مفروض بنزيدش على الخمسة في المية في معظف مواد العلف المستخدمة في تغذية ماشية لها لو احنا شفنا معانا بالوقت فيديو يورينا شوية صور بتعمل التغذية يبقى احنا بناخد كلام وفي نفس الوقت يعنينا على ازاي بيتم التغذية بيقوم الدهن ده بامداد الجسم بالطاقة يبقى عندنا الاول حاجة المواد الكربوهدراتية الكربوهدرات او النشا الدهون رقم 3 المواد البروتونية بتستخدم المواد دي اخواننا في بناء الانسجة وبتولي الطاقة وبتزيد كمياتها عن احتاجات الحيوان وبالتالي بتختلف من المواد الغذائية لنسبة ايه البروتين بتوجد نسب بسيطة في جزور الدرانية ومخلفات المواد الايه النباتية رقم 4 اللي احنا نخلي بالنا منها الاملاح المعدنية الجسم بيحتاج الاملاح المعدنية اكتر املاح مشهورة اللي هي الكالسوم والفوسفرس والسوديوم والمنجنيز والكلور والنحاس والكوبالد والبوتاسيوم والزينك دي مهمة جدا ان احنا اخذ بالنا منها بعض العناصب بيحتاجها الجسم بنسب بسيطة جدا زي الكوبالد والزينك مثلا والاخرى بيحتاجها بنسب عالية زي الكالسوم والفوسفرس اللي بتحتمد عليها في وظائف الجسم نقص اي عنصر من العناصر اللي هي البسيطة دهية فعليه الحيوان بيؤدي الامراض انتوا عارفينها كويس اوي احنا عملنا حلقة كاملة عليها اللي هي الميتابوليك ديز اردر او الامراض الايضية بيؤدي الادراج جسيمة واختلال في درجة النمو وظهور اعراض انتوا كلنا عارفينها اللي هي الرؤاد ومشاكل الرؤاد الاملاح المعدنية اللي بدها للحيوان لازم اضفها بالعليقة بنسمعها او بتغذية الحيوان على مواد ايه غنية فيها او ان انا جمعها في صورة اوالب ملح معدني دي ايه بتوضع امام الايه امام الحيوان طيب الفيتامينات رقم خمسة الاخير بتعتبر من المواد الاساسية اللازمة للحيوان ونقص اي نوع من الفيتامينات اللازمة للحيوان ده بتسبب ضرر كبير على صحة هذا الحيوان بتقلل في نموه وبتقلل في انتاجه وبيعتبر فيتامين الف ودال دولة من اهم الفيتامينات اللازمة توافرها في عليقة النبا خلي بالكوا دايما لعليقة الخضرة بتبقى غنية جدا في فيتامين الف وإيه وكيه ودية مهمة جدا دايما نراعي موضوع البرسيم والسلاش معنا في شغلنا المية وده من اهم الحاجات اللي احنا نخلي بنا منها انتوا عارفين ان المية اخواننا سبعين في المية من وزن الجسم عبارة عن مية بتحتاجوا سبعين في المية من وزن الجسم بتحتاجوا حيوانات اللبن لتعويض الفقد في اللبن عشان كده بتحتاج كميات كبيرة جدا من مواد العلاف الخضرة ويعني لو احنا حطينا الرفج يبقى خمسة وتمين منه اخضر وخمستاشر في المية منه ايه عليقة جاف او جاف العلاف بنقسمه اللي بتغزى عليه مشية اللبن زي ما احنا شونا بعض النظر قدامنا الى عليقة ملقة العليقة الملقة اللي هو يدريس يتبني القش او المواد الخضرة اللي احنا بسميها الجريم فودر اللي هي البرسيم او السلاش او المواد المركزة اللي هي الكنسنتريت دي ات اللي احنا بيدورها الصوية ردها وهكذا ايه حكاية المواد الملقة نخلي بنا نسبة عالية من الالياف بتحتوي المواد الملقة ده عن ايه على نسبة عالية جدا من الالياف ونسبة منخفضة جدا من البروتين بتكون الاليافها عالية وبروتينها اولاية جدا وتكون نسبتها في المواد ديات يعني حتى البروتين الموجود بيبقى بروتين غير بهضوم يعني بيبقى نسبة المهضوم في اولاية الاول بنستخدم لعلاي الملقة دي في كرش الحيوان بيضافة الى زيادة بعض ايه المواد الغزائية اللي خلي بالكو في مواد بعض من هذه المواد مرتفعة الكيمة الغزائية من المواد الملقة زي الدريس بنسميه good quality ايه او دريس ايه اللي هو الجيد الصنع والسلاج برضو الجيد الصنع ده بنسميهم يعني عليها ملقة كوئيسة يعني عليها ملقة مرتفعة من الحاجات الكوئيسة ما نقرنهاش بالتبن ولا بالقاش يعني فيها عليها ملقة good quality يعني عالية القيمة وفيها عليها ملقة رضيقة القيمة اللي هي زي التبن وايه تبن القمح وقاش الروز ديت من حاجات اللي هي ايه ان احنا نخلي بالنا منها جدا خلي بالكم كمان ان لو حبيت احط دريس لعليقة الحلاب احطه من 4 ل 6 كيلو جرام ودائما ما زودش عن 4 كيلو الحيوانات نقول بنيديها 2% عشان ما احددش كميات 2% من وزن الجسم الحي بتاعها لو السلاج المحضر جيد برضو ممكن اقدمه بنسبة 1.5 ل 2% او 15 ل 20 كيلو لغير 30 كيلو ما اعملناش مشكلة من الحاجات المهمة برضو اللي انا بحب اضيفها وبروتينها عالي جدا عرش السوداني عرش الفول السوداني بيعتبر مادة مالئة مرتفعة القيمة الغذائية جدا وفي الناس كتير مهم له وده اللي انا هتكلم عليه برضو الاسبوع الجاي في التغذية الغير تقليدي كمان ان انا ممكن اعقيا ارفع قيمة الادبان اللي هي خسط السمن عندي ان انا اضيف عليها شوية يوريا اللي هو الاشي معامل باليوريا او شوية مولاس او شوية امونيا ده يرفع القيمة الغذائية بتاعتها من 0 ل3% تقريبا كل ما زادت القيمة الغذائية للعلف كل ما استهلاك الحيوان من المادة الجفة زاد وكل ما استهلاك الحيوان من المادة الجفة زاد كل ما انتاجه من اللبن او من اللحم زاد يعني اذا كان عالف بروتين اقل خلي بالكم الاعلاف اللي بروتين هقل من 7 او 8 دي قليلة القيمة الغذائية وبتعمل لنا ضرر كبير اوي على الحيوان عشان كده لازم نضيف مركزات عشان نوفر البروتين الميكروبي اللي احنا تكلمنا عليه في حلقات السابقة عشان ينشط ايه هضم الايه الالياف اللي منخفضت القيمة الغذائية عندك يبقى مهم جدا المركزات اديها بكمية كبيرة عشان تؤدي الى ايه ان الحيوان يبقى عنده البروتين بتاعه عالي ويقدر يهضم الاعلاف الخشنة عشان يقدر يعمل ايه الاحلال اللي احنا تكلمنا عليه يعني لو قلنا كيلو جرام مركز بيحل عدد مستهلك الحيوان مثلا من الالياف لو عندي اربعة من عشرة من الالياف اربعة من عشرة كيلو من الالياف محتاجة واحد كيلو جرام عشان يهضم الالياف دي ويخلص على الالياف دي طيب لو زودنا من المركزات مثلا وصلنا لخمسة كيلو مثلا بيقل المقدار العلف اللي هو الموجود انه ده اربعة من عشرة في خمسة يديننا اتنين كيلو دي حاجات بسيطة بنتكلم عليها فيه جدول جميل جدا اللي احنا كنت عايزة اعرضه اللي هو كمية الفيتامينات المطلوبة لجسم الحيوان او الحاجة الاساسية لهذا الحيوان عملناها في جدول جميل جدول ازرق او الجدول عند حضرتك هتنزلهن برضو عشان يبقى احنا ايه الكلام معانا الفيتامينات والاملاح المعدنية اللي بيحتاجها الجسم هي دي الجدول بيقضى الحتاجات الجفة من املاح المعدنية والفيتامينات للأبقار وهنسيبه شوية صغيرين عشان الناس تلحق ايه تنقله وتشوفه طيب خلي بالكم اخوانا كل يعني كل ما يستهلك الحيوان بصورة افضل من المادة الجفة بيزيد استهلاكه الحيوان من اعلاف الخشنة ديات بيديني لبن عالي نسبة ايه الدهن او عالي عالي في نسبة الدسم بتاعته طيب المواد الخضرة اللي احنا بنتكلم عليه هي ايه المواد الخضرة بتتميز المواد دي بيحتوائها على نسبة عالية جدا من المي عشان كده لازم خلي بالكم المية مهمة جدا جدا نسبة كمان نغير الجدول بقى نشوفها حالي تاني ونسبة من خفضك من المواد الجفة دايما البرسيم خلي بالكم يا اخوانا مادة دهو يعني 80% او 85% ل90% منه مي المادة الجفة فيه متتراوح من 8% ل 15% او احيانا توسط 18% زي البرسيم زي اللوبيا زي الدرة الشامية واخذ بالحضرات بتاعته المجموعة دي من اهم المواد العلفية لحيوان اللبن هنأجل موضوع بتاع الكمية العلف وكمية اللبن الموجودة جدول التاني لغد ما ييجي ايه معاده في اخر الحلقة ان شاء الله هنأجل الجدولين دولة تاني نأجلهم شوي من اهم المواد العلفية لحيوان اللبن اخوانا اللي هي ايه الدرة الشامية تعتبر المجموعة دي احتواء ليه لاحتواءها على معظم العناصر الغذائية خاصة الفيتامينات والاملاح المعدنية احنا اتكلمنا على الالياف اتكلمنا على المواد الخضرة كل ده كلام عام اعمل ريفليش منتله بعد كده اقول لكم التركيب اتعامل ازاي وهنتكلم على المواد المركزة المواد المركزة اخوانا عبارة عن ايه تحتوي على بروتين العالي الكيمة الغذائية بتتناسب مع الاضرار العالي علاوة على ان معامل الهضم بتاعها اعلى من العليقة الاساسية اللي هي العليقة الجفة بتاعتنا ايه هي المواد المركزة دي اللي هي الجرينز او الحبوب الحبوب دي اللي هي زي ايه زي الدرة دي الشعير مخلفات بعض المطاحن مثل يعني لو حبينا شوية كذب عباد كذب قط فول سوداني كذب السمسم الحاجات دي كلها بتبقى بنسميها المواد الايه المركزة احنا عرفتنا دلوقتي كمية اللبن اهمية العالية بتاع اللبن ان البروتين والطاقة والفيتامينات والاملاح المعدنية والكلام ده خلاص نسيب الجدول بقى ونرجع تاني ايه هي بقى الشروط الواجب توافرها في علي حيوانات اللبن نرجع ونقول برنامج تغذية لحيواناته اهم حاجة ان انا اعطي الحيوان ده عليها غزائية لتحقيق اعلى انتاج اقتصادي له فيه شروط لها عشان نبقى عارفين اعلى انتاج نجيوه منها ازاي اول شرط ان احنا بتكون ايه متكملة التكوين يعني ايه تحتوى على النسب اللي احنا حطينها في الكمبيوتر بتاعنا او حطينها في التركاب بتاعتنا من الطاقة من البروتين من الده من العناصر المعدنية من الفيتامينات اللي بتغطي الاحتياجات الغزائية الحفظة للحيوان خلال 24 ساعة لا نقص ولا زيادة كمان من الحاجات المهمة فيه انها يكون مستصاغة يعني طعمها يكون فلاتويل يكون حلو يعني يكون مستصاغة في الطاعة والمواد العلاف المركزة والعلاف الخضرة تكون اكثر استصاغة يعني ما يجيبش الحيوان حاجة ينفر منه يعني استلاج من الحاجات اللي هي نتو اعتبر من الحاجات الجميلة اللي هي مستصاغة للحيوان يعني كل ما يكون استلاج احسن من التبن مثلا في الطاعة او في الاستسابة تاني حاجة يمكن استخدام بعض الملاس او اللي هو بقايا العسل دولة نحطها لتحسين لو فيه مشكلة في درجة الاستساغة لا العليقة يعني طعمها الحيوان مش بيقبل عليها ممكن اضيف شوية عسل من الحاجات دي برد المهمة اللي انا اعمل حسابي لها كابلية الهضم للحيوان هل البروتين اللي فيها البروتين مهضوم ولا لا يعني المادة الجفة المركزة دي قبل الهضم ازاي بخمسة وستين لتسعين في المية ما تقلش عن كده لو انخبطت النسبة دي الى خمسين خمسة وسبعين تعمل لنا مشكلة يبقى مهم اول المادة الجفة المركزات اللي هي قبل الهضم تبقى من تصل تسعين في المية لو الخبطت النسبة دي الى خمسين او خمسة وسبعين في المادة الجفة بتكون المواد الخشنة معناها انها عالية في التركيبة وان الارتفاع احتواها من الفايبر والالياف عشان كده لازم تحتوي المادة الجفة دي نقلل نقلل كمية الاتبان نقلل كمية الدريس نزود شوية في المركزات فلازم توصل معنا التسعين في المية ما توصلش الخمسين وسبعين في المية من الحاجات المهمة برضو اللي احنا ناخد بالنا منها حجم العليقة ما يكون يعني تكوينها كله مش مركز بس بتحتوي على مواد على فيها خشنة ومواد على فيها ايه مركزة وبالحجم العليقة بيكون يعني ما يكونش كبير يكون المادة الجفة فيه كفاية ما يكونش قد كمية كبيرة قوي والحيوان ما يضلش يقمن يبقى المادة الجفة كل احنا القاعدة اللي احنا قلناها خمسين مرة كل مية كيلو جرام وزن حي بيدنا نسبة ايه من واحد من اتنين لتنين ونصف في المية نسبة ما ايه من وزن الحي بيكون اتنين ونصف في المية فحالة الايه الانتاج من اتنين ونصف لو 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 ميننتنينس وانتاج توصل لا ثلاثة يعني واحد 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 ونصف المينتنونس اللي في العليا للحبزة و2 ل2 نصف العليا الانتاجية يوصل لتلات 3 ثلاثة ونصف في ايه المن تنينس والمنتج رقم خمسة كمان يكون انه العليق دي او التركيبة دي من شروطها لها تأثير ميكانيكي في الأمعاء يعني لا تكون عليقة مسهلة ولا عليقة ممسك يعني تكون عليقة وسط بينهم يعني دايماً ما نديش حاجة تساعد على الإسهال ما نديش برسم كتير قوي ومعننا إسهال كتير ما نديش تبني كتير قوي عملينا أمساك يعني عليقة وسط ما بين العليقة الملينة أو العليقة الممسكة رقم 6 برضو إنها تكون صحية يعني إيه صحية؟ يعني ما يكونش فيها مواد سامة ما يكونش فيها مواد ضرة ما يكونش فيها عفن ما يكونش فيها تخمرات ما يكونش حاجات تأثر على طعمها على اللبن أو ريحاتها تأثر على كمية اللبن تكون برضو متجنسة زي ما احنا قلنا يعني المواد الخام بتاعها المستخدمة تكون مخلوطة مع الأملاح المعدنية ومع الفيتامينات ومع الإضافات اللي أنا بضيفها مخلوطة خلط جيد حتى يعني عشان يقدر الحيوان يستفيد إيه من الحاجات اللي أنا حضرت كمان من ضمن الحاجات تكون اقتصادي اللي هو بيسموها الاستيكستراش اللي هي العليقة اللي سعرها قليل باعتماد على إيه؟ إن أنا أعتلي المواد العلف اللي عندي في المزرعة أقلل من عملية الشراء أحاول أجيب حاجات تسد النقص بتاعت إن وجد أقدر من العليقة الخضرة أقدر من العلاف المركزة ده بيساعد على إيه؟ خفض يعني تقليل كمية الإنتاج وبالتالي تدي لك الربحية بتاعتك عليه كل ما بترفع إنتاجك كل ما بتقلل كست بتاعك أو التكلفة بتاعتك كل ما بتزود إيه؟ الربح بتاعتك إحنا عرضنا من قيمة شوية جدول أو جداول كان فيها يعني إزاي أقدر الاحتياجات الغذائية لماشية الحليل سواء كان نمو أو تقاصر أو إضرار إحنا عرضنا حاجات من قيمة شوية مع بتاع الفيتامينات عرضناها ديت عبارة عن إيه؟ إن أنا ألزم أعرف وزن الحيوان عشان أقدر أقدر الاحتياجات الحفظة بتاعته وبعدين أعرف كمية الإنتاج بتاعه عشان أقدر أعمل العليقة الإنتاجية بتاعته وأشوف الإحتاجات اللي قدامي من العلف القشن ركوار مينت بتاعه والمينت اللي أناس بتاعه مكتوبة دي إيه؟ كمان بضي العليقة الخضرة ما تزدش حاجات مهمة بخلا بلكم ما تزدش عن 10% من الوزن الحي يعني وزن 500 كيلو ما تزودش عن 10% برسين يعني 50 من 45 من 45 الحاجات الأدبان الحاجات الخشنة ما تزدش عن 1% من الوزن الحي كمان أعرف الإنتاج اليوم زي ما أنا قلت عشان أقدر أعمل له نسبة الإنتاج بتاعه أشوف كمية اللبن بتاعه اللي بينتاجها قد إيه؟ أشوف كمية الدهن اللي في اللبن اللي أنا عايزها قد إيه؟ 3.5-4 لو في البقر و 4.5 أو في 7.5-8 في الجموس المواد الزكاة العليقة في الخضرة غير كافية أو كانت الماشية عالية الإضرار لازم أزود كمية المركزات أكتر شوي دايما ما باجي أعمل العليقة أنا أعرف أن الإحتاجات الكلية جميع الإحتاجات الحافظة والإحتاجات الإنتاجية لما أعرف الإحتاجات الحافظة والإحتاجات الإنتاجية عن طريق نحن مش هنستفيد فيها دي مش هنقول فيها كتير يعني معامل النشا والبروتين والحاجات دي كلها أنتوا اللي قلت إيه؟ استعبتوا عنها وبقتوا أسجزة فيها في موضوع إزاي تعمل تركيبة للعليقة بتاعتك فإحنا مش هنطول فيها قوي وهنخش إن شاء الله على طول على الأبقار اللي قبل الولادة بشهرين ودي المهمة جدا بحتاج أعمل لها إيه اللي هي قبل الولادة مش هنخش في تفاصيل النشا والكلام ده لأن أنا أعرف أن أنتوا بقيتوا كلكم أو معظمكم في كمبيوترات عندكم وعارفين التركيب كلها بتاعكم ونقدر إن شاء الله نستكمل الإحتياجات الحافظة دي والمواضيع دي كلها في الحلقة القادمة إن شاء الله يوم السبت هنكلم فيها شوية صغيرين الإحتياجات الغزائية المنشية اللبن وبعدين هنحكي لكم مع بعض كده في الحلقة لتاعيوم السبت إن شاء الله لأن الحلقة أنا إن شاء الله أنا بحبها قوي لأنها أنتوا معظمكم طلبها إيه هي الحاجات الغير تقليدية اللي بتقلل لي التكلفة بتاعي الحيوان في إيه في التغزي إن شاء الله هنقولها لكم هناخد فاصل صغير معاكم وبعد الفاصل هنتظركم الأسئلة بقى اللي أنتوا عايزينها والكلام اللي أنتوا محتاجينه إن شاء الله نقوله لكم فاصل أهلا بكم مشاهدين العزاء إحنا دلوقت يخبرنا يعني عشان وقت الحلقة بدأ أزف أزف جمد فإحنا هنأجل بقية الحلقة إن شاء الله اليوم السبت ونتكلم معاكم على علافة التقليدية والغير التقليدية عايز بس أقول حاجة مهمة قوي لغيرت ما تجي لنا اتصالات إن إحنا نخلي بقى من التغزية بتاع الحيوان كل أنا بربي بربي الحيوان مش عشان رفاي أنا بربي الحيوان عشان أكسب من وراء كلنا بربي حيوانتنا من أجل الربح لو مش هعمل ربح لورى الحيوان مش هربيه وأكتر حاجة ترفع للربح بتاعي وتقلل الخسارة إن أنا أعمل تغزية صح إن أنا أعمل تركيب للحيوان يقدر يستفاد منه يعني لو أنا قلت مثلا أنا بيطلع لي ربح 10 جنيه تكلفة التغزية بتاعي 7 جنيه لو أنا نزلت 7 جنيه دولت لـ 5 جنيه أو 4 جنيه مثلا يبني زودت الربح بتاعي 3 جنيه أو 5 جنيه يعني كل ما قلل القصة بتاع التغزية اللي هي المين بارت بتاع بتاع التكاليف اللي هي الجزء لأساسي من التكاليف يبني كده معظم الربح بتاعي والتغزية وده مرة و 52 كل اللي إحنا تعايزوا في التغزية تعرف الحيوان ده وزنه قد إيه الحيوان ده انتاجه عليقة حفظة وعليقة انتاجه العليقة الحفظة بحسبها قلنا 1.5% من وزن هذا الحيوان من 1 ل 1.5% قدر أعمل له التركيبة بتاعته يعني كل 100 كيلو جرام من وزن هذا الحيوان أديله 1 كيلو جرام مده جفة ل 1.5 كيلو جرام مده جفة لو أنا عايز أحفظ على حياته بس لا عايز منه زيادة ولا عايز منه نقصان يعيش كده بسميها عليقة حفظة يبقى ايه خلي بالكم الحتة المادة الجفة قلناها مرة قبل كده و 2 و 3 و 10 هي كل المواد الغذائية اللي بدها له مطروح منها لإيه الماي طيب العليقة العليقة الانتاجية ناخد اتصال الأستاذ حمادة من البحيرة فضل يا حاجة حمادة السلام عليكم عليكم السلام وحط الله وبركاته فستمحته دكتور فضل يا حاجة حمادة أنا عايز أسأل إحنا لحينا كفلاحين ما بتجيبش أكتر من أربعة كيلو يعني اللي بتجيب أربعة كيلو صفحة وقت النقار بتطبي حاجة عليه بهايمنة بتاع الفلاحين لكن فيه فلاحين كتير قوي يا حاجة حمادة جايبين عجلات هولشتين وجايبين عجلات فريزم بتجيب انتاج عالي جدا وبتجيب ثلاثين كيلو وخمسة وتلاثين كيلو وفيه فلاحين بيعتمدوا على البقر البلدي أنا أقول لك بيعتمدوا على البقر البلدي اللي يا دوبك بتردع ابنها وهو عايز منها المولود بس وبيبيع المولود ده نوع وفيه نوع تاني فضل يا حاجة حمادة أقدر أحصل عليها منين تقدر تحسب عليها منين أو تصرف عليها منين أحصل أحصل أجيبها منين بورت البقر اللي هي بتجيب انتاج عالي فيه كتير جدا موجود في السوق حاجة حمادة بيبيعوا البقر ده فيه ناس في دميات وفيه ناس في البحيرة وفيه ناس في القاهرة هنا عميون جامعية اسمها جامعية تعاونية بيجمعوا من الناس وبياخدوا بالقصد وحاجات فيه أماكن كتير بتبيع الأبكار العالية الأضرار ديات أو العجلات العالية الأضرار مزارعك كتير جدا واخر بالحضرتك لو دورت إن شاء الله إنت بقى العجلة تصرف عليها إزاي هي دي اللي تقال إنت بتربيها عشان اللبن ولا عشان المولود لو عشان اللبن لازم تجيب حاجة اضرار عالي وتبدأ تأكلها كويس ربي عشان اللبن أول حاجة العجلة البقارية بتاعتنا والبقرة بتاعتنا البلدي ما بتجيبش اللبن يا دوبك بتكفي ابنها بالعافية فيه ناس تحسنت وعملت خليط برضو بتجيب شوية زيادة الناس الكويسة الشطرة اللي بتجيب العجلات اللي هي بتجيب 30 كيلو 35 كيلو الواحدة البطارية عندنا قالي لنا فيه فريزيا عندنا في الواحدة بس فيه أف ده جميل اللي هو بيحاول يغير البريد بتاع الحيوان بتاعنا بيجيب البلدي مع الهولوشتين وبطلعنا حاجة خليطة دي شيء كويس ويريد تستمر عليها إن شاء الله حاجة أحمد أشكر حضرتك دلوقتي يا أخوان الأهم زي أنا كنت بقول قبل ما يتصل عليها لحاجة أحمد إحنا الحيوان اللي معنا هربيه لإيه للبن ولا للح هي دي المهمة بالنسبة اللي عليها الحافظة المادة الجفة اللي بياخدها الحيوان من واحد لواحد ونص في المية كل مية كيلو جرام قبل واحد ونص في المية من حجبه لو أنا عايزه حافظ لو أنا عايزه انتاجي أزوج كمان عليه اتن في المية يبقى توصل لإيه الحيوان اللي هو الإضرار العالي يوصل لكل مية كيلو جرام من وزنه الحي عايز ثلاثة ونص في المية مادة جفة طب إيه المادة الجفة اللي أنت قاعد تحكي عنها المادة الجفة هو الأكل اللي أنت بتحطه الدرق والصوية والرد والسلاج والبرسيم والدريس كل ده بعد ما اطرح منه المية يعني يعني اطرح منه المية يعني عندها نسبة السلاج مثلا المادة الجفة فيه متروح من 28-30% يعني بالنسبة لكل تلاتة كيلو سلاج تقريبا أطرح من نص يعمل لكيلو مادة جفة ناخد أخونا الحج عصام من الشرقية ونرجع نقول الكلام الحج عصام فضل يا أخ عصام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي دكتور خان فضل يا أخي أنا عندي قطاع مواشي وعند مزرعة وانا تجير مواشي وعند وباء في الشرقية وبطلت البيع وشيء مشترع عندك وباء تاجر من الشرقية عندك مزرعة جلام جميل بطلت عندي وباء في الشرقية بطلت تدخل المزرعة بهاي من يوم ما اسمعت الحلقة بتاعتك عندي بدخل ولا بطلت وماشي عندي متر بتاعتك وجدول التحصينية كميل وبس اديت الجرعة التنشطية وديت بعد عشرين يوم الجرعة التانية ومنهاردة يعني يوم خمستاشر اتنين العدة ده دي نهاية لأربع شهور بتاعة جدول التحصينية جميل بس فيه الدكتور اللي امتبع معايا اللي بدان فيه هو بقى منتشر المناعة هذك هتبقى بعيد لا ما تحصينش لا اوع ما احترامي للاخ اللي قال حضرتك بديدي بديدي كل ما تدي التحصين بتاعك بترفع منعتك انت بتدي جرعة وبعد عشرين يوم او من خمار واحد وعشرين يوم لتمانية وعشرين يوم بتدي الجرعة المنشطة لهذا الحيوان الجرعة المنشطة زي ما انا قلت لك قبل كده حق عصاد لو انت الجرعة الاوانية بتديها بتديك شوية مناعة قد كده لو بتدي الجرعة المنشطة بتدي مناعة لجد السقف يعني بلك حاجة حاجة جبيرة جدا بعد اربع شهور هترفع المناعة دي تاني المناعة هتنزل بعد كده تنزل تنزل اول ما تجي بعد الاربع شهور تديها للجرعة هترفع المناعة بتاعك تاني لو في وباء حواليك لو في وباء اسمعني اسمعني المهم جدا لان في ناس كتير بتفتي ما غير ما تعرف حاجة لو في وباء حواليك لا عجل مش اربع شهور على تلات شهر ونص على تلات شهور. في انتيني? يعني لو انت في مكان. وحاسس ان فيه وباء حواليك وفيه حاس ومعد تحصينك الجرعة التانية. اه بعد خمسشهور يوم من الشهر مثلا يوم خمسشهور اتنين مثلا. لا انا بقول لك انا عجل وديها يوم واحد اتنين. يديها يوم خمسة خمستاشر واحد او اتناشر واحد. بدل ما تبقى على اربع شهور خليها على تلات شهور ونص او تلات شهور. طيب. يعني بهايمن سليم الحمد للعمل ادي الجرعة بتاعتي عادة ادي بدام انت وصلت لاربع شهور ما تتأخرش لحظة ادي والبهايمن لو عندك لاحظة لان السؤال بتاعك مهم للنس كلها لو البهايمن اللي عندك ما دخلش عليها حاجة جديدة ولا اشتريت عليها حاجة جديدة ماشي كل اربع شهور ووقفل على مزرعتك لو دخلت حاجات جديدة عليها يابا لازم اللي داخل ده ياخد الجرعة الاولى والجرعة المنشطة تاني وكل اربع شهور ياخد والافضل في الامان الحيوي بتاعنا ان احنا نقفل على قد ما نقدر وانت مش هتمنع المرض لانه بيتنال عن طريل هو بس انت لما تقفل على نفسك وترفع منعتك وتأكل كويس وتعمل تحصدك كويسة كل دية حاجات بترفع المناعة ولما ترفع المناعة لما ييجي المايكروب او ييجي الفيروس ايا كان هيبا الحيوان عنده الكوة اللي يصد هذا الفيروس انا بدل حاجات اللي يرفع المناعة بكربونات الصدم في المية ديت والجير والمطاهرات ورش دور على طول كل خمساشر يوم زي التعليم الله ينور عليك الحاجات اللي انت بتضفها ديك مش رفع المناعة وعزلت البعائم اللي هي التجارة ديت عن المزرعة عن الكطيع ديت برافع عليك حتى اللي روح تشوف عقل نفسي وممنوع خوش على الكطيع ده انا سعيد او بالكلام اللي انت بتقوله ده والله انا سعيد يعني معناها انت الكلام اللي احنا موصله الناس بدأ الناس بتسمعه الامان الحي والمزرعة فضل انا عام حاجة هده الوقاية اللي انت جال عليها فيه سؤال تانا دكتور خامز بدأ السبك عليك فضل يا حاجة وصوله انا عندي دقان جزارة باردك وشعاد بربع عجول العجول العجول اللي هي ظهر فيها نسب الديهن في اللحن العجول ايه عاوز تركيبة نسب الديهن عاوز في اللحن عاوز تركيبة علافية عاوز تركيبة علافية اللي احطها للعجول دية ما اتطلعش معايا نسبة دهنة في اللحم. هقول لك جلاء انت رجل انا بحب الجزالين اولى انهم بيبقوا بيأكلهم خاصة اللي هو بيأكل وبيدبح. بيبقى عارف انت. مجرعة دية للحم للحم للدكان عندي برضو. تمام. انت عايز حاجة تقلل الكمية الدهنة عندك. اه. في مرحلة التفنيش يا حاج عصام في تصال تاني. اه. طب انا اشكر ساعتك حاج عصام وهكمل ما ارد عليك. اه. ماشا بي. في مرحلة التفنيش بالنسبة لك. قلل كمية الدرة شوية. انت اكتر واحد هتبقى عارف انت بتدي كمية الدرة قد ايه وبتدي كمية الصوية قد ايه. قلل لو كمية الدهنة عندك عالية زيادة عن اللازم عن الطبيعي. انت هتحاول تقلل كمية الطاقة شوية في التركيه بتاعتك او ايه هي الطاقة الحاجات اللي بترفع لك اللي هي زي الدرة زي الصوية زي المستغز كوز بالقضن الحاجات برضو الطاقة عالية شوية. اه قللها شوية في التركيب. وقتر قطر شويتين في موضوع ايه الالياف. الالياف في في البطرة لو الدهن عندك عالي. لو الدهن طبق الدهن كبير قد كده. يبقى رفع بدل ما تبقى بروتين عشرة. لا خل البروتين يوصل حضارش حضارشة ونص. وبدل ما الطاقة وصلة تدي اني بتاعها تبانية وسبعين. لا نزلها الخمس وسبعين. يعني قلل شوية في الايه مركزات لو الدهن كميته عالي. اما لو الدهن موجود متغلغل في اللح يبقى دا كواس اول.